النظام الجزائري يعيش حالة رعب هذا هو الواقع الرعب الداخلي الرعب الخارجي إقليميا ومناطقيا ودوليا وهذا يعود أساسا إلى سياسات النظام الفاشلة على مدار عقود من تحكم العسكر في لعبة المال والأعمال والديبلوماسية بطرق غير دبلوماسية ولا بطرق أصلا تخدم مصالح الدولة الجزائرية بل كل ما في الأمر هي تخدم مصالح عصب وعصبات تتناحر على ريع السلطة وعلى كرسي الحكم ليس إلا هذه المغامرة مغامرة البريكس هي مغامرة فيها مصالح أنا قلت فيها مصالح ولكن فيها مطالح أخرى والجزائر في وضع هش حقيقي سواء إن ضمت مع الكبار تبقى دائما دولة صغيرة تحتاج إلى مؤهلات أخرى على الأقل تكون أثناء انضمامها أنها دولة ناشئة وممكن أن تدخل إلى دائرة الدول الكبرى وإلى مصاف الدول الكبرى وليس وفق منطق سبق أن تحدثنا عنه وتبرأت منه وكالة الأنباء الجزائريين القادم صعب والفرصة ما زالت موتها والصراعات التي يخوضها النظام مع الشعب ومع دول الجوار ومع الآخرين لن تعطيه قوة بل ستضعفه أكثر لأنه لا يملك ما يجعله قوي بل كل الحيثيات الموجودة تزيد في إضعافه أكثر وتحوله إلى أن يصير مستعملا في هذه الصراعات وفي الأخير سيلتق الكبار ويدفع الصغار الثمن وفي مقدمتهم طبعا الجزائر الغانية بالثروات والتي هي محل أطماع كل هذه القوى والقادم صدقوني راه صعب جدا في ظل عالم يتحول بهذه السرعة إلى صراع التكتلات وإلى صراع الأقطاب وإلى البحث عن الوجود في ظل عالم حدود تتغير ليس جغرافيا ولا ديمغرافيا بل جيو استراتيجيا وهذا هو الأخطر على الجزائر واذكروا كلامي جيد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة